يخوض سيبستيان لوب وأورلي تيرانوفا من فريق البحرين ريد إكستريم غمارة رالي المغرب اليوم مع انطلاق الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام ويحاول سائق فريق البحرين ريد إكستريم تحقيق الفوز الثاني على التوالي في هذا الحدث بسيارة برو درايف هانتر حيث سجل السويدي ماتياس إكستروم أسرع وقت في المرحلة التمهيدية ومسافتها 19 كم من زميله في فريق أودي ستيفان بيتر هانسل واحتل تيرانوفا وملاحه الإرجنتيني الجديد بيرناردو جراو المركز العاشر في المرحلة التمهيدية اليوم وجاء زميله في فريق البحرين ريد إكستريم لوب وفابيان لوركن في المركز الحادي عشر بسيارة برو درايف هانتر على الرغم من أن المعركة الجادة ستبدأ غدا شكرا